السلام عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة وانطباعات وان بيس خلونا نبدأ شكرا لمتجة وقناة مدينة الانيمي على رعايتهم هذه الحلقة لمزيد من التفاصيل عنهم نوجه للطلاع على مربع الوصف في البداية وباختصار على العموم في البداية وباختصار الحلقة هذه قوية لما قالوا قدرة البيغمام المرعبة كاسم لها مكذبو جدا جدا مكذبو لما قلت لكم من قبل ان الحدث هذا بيكون مثل حدث موريا موريا يأخذ زومبي يقلبه محين وهي تاخذ مخبوزات تقلبها حياة ما هي الطريقة حين نوضحها ان كل شيء حولها هي تقلبة للحياة ما هذا الشيء ما نوضح هذا الشيء بدأت الحلقة مكان زي الكنيسة يدخلون عليه ناس يعني واضح عليهم شكل العوام والفقراء واضح عليهم ان كانوا فقراء يعني تقدرون صورة تجسيدية من الكاتب عشان تعرف منه اللي جايين هذول ليش جايين طواعية البسطاء ورعاء اللي موجودين واللي ينقص عليهم بأي كلمة اللي عايشين في المدينة البيغمام الفاضلة واللي قص عليهم ببيغمام الفاضلة وانه لازم يدفعون ثمن فيجون عند واحد شكل غريب كأن من الكنائس القديمة اللي موجودة في الدرك ايجيس واقف ويقول ها حياة ام رحيل حياة ام رحيل قبل لا يشرحون القدر أنا كتفاهم من قصده تعطيني او ترحل خاصة لما شفت ياخذ من قلوبهم ويضع ياخذ من قلوبهم ويضع وهم نفسهم اللي جاء واخذوا ابن البيغمام واللي قال لهم الابن الثاني الى اخر ثانية تفهمون فش المقصود الى اخر ثانية الحياة خذتها البيغمام طبعا عشان لا اعطيكم معلوماتهم نخبطها هذا اللي صار في الكنيسة وكان رسم لهم عند الكنيسة على جبني صراحة وهم كمه بكنيسة وهم جابين كأنها كنيسة بعدها رحنا اللوفي مع المخلوقات هذي اللي هو مجمعها وكان الموضوع ما فيه انه شون تضعفتهم منه الحقيقي فيكم شون كثرتوا كذا يعني لحدهم ما خذب غباء اوه كارت سنجي نامي اللي قامت نامي اللي في الختم سكين حتى بالغلط ينطق طقتها طق من زمان ما شفت عمامة الالم هذي بسميها عمامة الالم شفت لما يقول لك البنت لبست رجال العمة في مصر نامي تلبس لوفي في ون بيس عمامة الالم تلبس العمة جل 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 فقعت راسها يا رجل خلت راسها كو كامبوش ابد راسها صار كو كامبوش لوفي قال اوه 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 طبعا الكاتب طبعا لما نسعنا النقطة قالنا ليس لها علاقة بالهكي وليس لها علاقة بالكوميديا لكن الموضوع ما فيه ان غضب نامي قوي جدا فهل بشوف قوة ثانية تطلع لها بعدين ما نبيني عليها اي شيء لكن الكاتب اكد لنا انها مو بكوميديا ولا هكي لهذي ولا هذي اذا غضب شديد جدا نسوي عليها بعدين دراسة اذا تستحمل شيء بنطلع عنا كملت على لوفي جلد شكلة يارا كو كامبوش من جد من جد شكلة كيكا تعيد ميلاد صار قام يعتذم النامي شرحت لها الموضوع وشرح لها اوه شي اللي قاعد يصير شرحت لها نامي ان احنا في الغبة هذي كنا نطارد النسخة المزيفة منك طبعا اه قات احنا نضعنا و احنا نطاردها قاموا له ناس من قبل ان لما كان في الافتراق وكادت النسخة المزيفة تقولا trainingsان مثلا Genetic ان هذا literally يريد النبوهم بينما انا قلت لا هذه برولي متقاسمة او متضادة بين شقين طيبة و شريرة حبها الام هيفوق كل شيء شاب هيفوق كل شيء من الحوسة الطيب والشاب هاته هم خذلهم ونقوم بعمل زربعة لم يكن يعرفها هنا وهنا وهنا فصار غبية وصار زي الفتاة من شدة براءتها لابسة الافلسان الأبيض وضائعة في الغابة صارت مرأة عجوز وتعاقب الفتيات الصغيرات بصب حقدها عليهم في الليل وانعامهم بالملذات في النهار فأعتقد شخصية بولي بكون زي كذا وأعتقد أن بولي كانت شخصية طيبة فيها كانت تضغى فسكتت لأن هنا لما نامي قالت لوفي نحن كنا نتبع النسخة المزيفة منك كان لوفي عاصر قلت لكم لا تتبعوني أنا المزيف ما سمعتوني؟ يقول نامي لا ما سمعناك خاصة لوفي عاد قلت لك أنا قلت من النوعية لا يمشيها لوفي لم تتكلم أنه كانت بولي طبعا نتكلم هنا وهذا شيء ثاني لما قلت لكم سحر المرأة هي النسخة اللي تصادمت مع لوفي هي النسخة حقت سحر المرأة لأنها الضد بالضد والعين بالعين وكل شيء قاعد تسويه يعني كأنها تقرأ تصرفات لوفي هنا لازم لوفي كان يفكر بعزيمة وبهك يتفوق عليها بدأت تبروني في هذه الحلقة أنه فعلا كان سحر المرأة طيب يا محمد من أين عارفتنا سحر المرأة؟ كيف جبتها؟ لما تقرأ في أساطير الفودو اللي أنا قرأت فيها عشان أجيب لكم أسطورة لاو في أساطير لاو وباسل هوكنز في أسطورة باسل هوكنز وتقرأ أنواع اللي تستخدم في أساطير الفودو مثل القش دوم القش اللي استخدمها باسل هوكنز مثل التاتوز اللي تشوفهم ذلك عنهم أندرغاند و إيمو اللي مثل لاو بتشوف أيضا سحر المرأة بتشوف ألعاب تتعلق بالمرأة تسويها الساعة 12 في الليل تحطها بعض القنوات انصحكم لا تسوونا حتى لو من باب اللعب لا تلعب مع أشياء أنت من تفاهمها لأن إذا كان اللي حاط لك الخدعة هالي له خبرة بسحر الفودو ممكن ترى سحر الفودو حقيقة مثبتة من مجارد أساطير ويستخدم أنحين في دول كثيرة فأحد أنواع سحر الفودو هي المرأة فأنا لما شفت الكاتب استخدم من قبل باسل اللي هي الريحان اللي هي المشموم وعطاها الباسل هوكنز واستخدم دوم القش وعطاها باسل هوكنز واستخدم الجراحات الطبية حق سحر الفودو وجابها لنا فلاو فما بقى شيء إلا سحر المرأة فشيء طبيعي أنك تصلها النتائج هذه لما تقول خيوط لما تقول خطوط لما أقول لكم دائما اقول خيوط اقول ما تحت الخطوط في نصف طاقتك فالأخي يجيني يقولي كيف عرفت على العموم هذه هي الطريقة للوصول فلما شفت شكل الغابة الإغواء وهذا وهذا بعدين جاءت شخصية لا علاقة بالمرأة اللي هي الضد 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 خاص انتهى الموضوع ليش والله ما واحد يسوي نسخ وزي كيووتي بالخيوط وكذا لأنها ما تتراكب مع الحدث يمكن أنها خبزة مطوح فيها روح لكن ما تستحمل لك ما تلوفي فهنا قلنا المرأة وفعلا أثبتتها برلي أنها استخدمت المرأة لما جابت أنها تصد الضربات بالمرأة بما أنها تقدر توجه الضربات بالمرأة لكن لي ما توقعت أن أوداب يوصل فيها إلى أنها تحبسك في المرأة وهي نظرية اللي قلت لكم لعبة الساعة 12 بالليل لا تبحثون عنها أرجوكم أن أعطيكم إياها من باب الفائدة لعبة الساعة 12 أنك لما تنظر إلى مرايا معينة في زوايا معينة في وقت معين تنفتح ثلاث عوالم قد تنتقل هذه ما أقولك أنك راح تنتقل لكن لا تنسى أنه في شيء يصيب عقلك باللوث والجنون وممكن شيء ترعى تسويه فبتعدوا عن هالكلام فلعبة المرأة وكذا أنك تنتقل ما بين عالم إلى عالم وجات من قبل في مسلسل أمريكي اسمه فرنج تكلموا عن انتقال إلى العالم الآخر على طريق المرأة وكذا كانوا يتخطبون فطبقها أودا وحش أودا طبقها كما هي وهنا أرجع وأقول شو كيف الأنمية يعتني بالتفاصيل طيب أنا أستخدم المرأة إذن فيها توجيه فيها 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 يقعد حتى في قصتها يعتني ليش لأنه أول من قبل كان ناقد كان مساعد فيبغى يوصل قصتها إلى أعلى الدرجة فهنا أعتنى بالتفاصيل ووصلها إلى أقوى درجة في ناحية صح المرأة هذا شيء أنا هني عليها شيء أذهلني يعني بولي بخشمها الماديشلون وشكلها وحس أني قاعد أشوف شخصية قديمة من أنيمي قديمة اللي تبع فيكم بومبو تلكون حسون الملعون والله نفس شكله رجعوا وشوفوه ما دي أودا مقتباسها منه حسون الملعون اللي يلحق بومبو وفي أنيمي ميمونة السعودة وميمونة كان نفسها يسمى حسون الملعون كانت شخصية نفس الشيء ما دي الستوديو وشوفهم متشابين قال طبق عليهم فهذه بولي هنا عشان كلها نكررها على طول من البداية عملاقة ببنت الأبلسة بعد عملاقة هنا تشوبة لما شاف سحر المرأة وكيفنا قدرت تسيطر على كارت ونامي كيف استخدمت السلاح وهربت منه بولي بجعل نقطة نامي وهربت منه بولي تشوبة للطور يتوحش واخذ الضاب وهنا بولي حطت عينها على تشوبة ونسة نامي ونسة المخطط ليه؟ لأني قالت ترحنا نادي كل شي تتسوونها من البداية استخبارات البيج موم اللي قدرت لكم عليها كيف الطريقة النباتاتو ترجعون لحدة الدرسوزة لما جاء تذكر اللي قلت سافينة سافينة وتلاحق سريرة لوفي لما شابت سريرة لوفي كان الضامة موجود عليها هذا اللي راسها فوق قدح الشاي هو كان واقف عليها الضامة بكم السللة مش متأكد ما قالت لقد عثرنا على سفينة طاقم لوفي بل لهمهم قالت ماما لقد عثرنا على سفينة قبعة القش والسفينة هي اللي تكلمت وليس هم طيب هنا نجرب على السؤال كيف تكلمت السفينة؟ اذا اعطيها تروح زي كذا وانفصلت هنا تقدر تتكلم لانها ممشبوكة فيها يعني انفصلت اطلعت مثل الشم حق مستوثيري اللي يفتح بها الكيوزوكي مثل الجليد حق او كي جي اللي يجلد المحيط وهنا اه السفينة هذي فهي ما بلغتهم الطاقم اللي عليها بلغت البيجمام استخبارات اول شي تبلغ البيجمام بعدين انتوا تفاهموا الطاقم فهينا نفس الشي والوالد كان من قبول كان يكلم شخص يقول لان اقدر عليها باستخدام نامي عندما هربت ذي بولي شافتنا شي اهم من تاقم لوفي ونامي قاموا قاموا معنى البيجمام قاموا لنلعب معهم اهم شي تبقر ايخذون سنجي كل طاقمه مع ابيهم اوه لنحن السفين اوه لاتقتلونا من البداية وسنجي انا به هذي النقطتين التي تبقى تلعب معهم الي نقوم البيجمام نجي النامي كيف هربت بولي لما استخدمت العصى تبعون تقنعوني ان جنود كابوني اللي يمسكوا نامي في البداية اقوى من بولي اللي هبت منها نامي الآن هي واحد من اثنين يا جنود كابوني مكانوا اقوى يا انه ذاك الموقف الحدي حماحة بلعه انه ممسكوا نامي وشببه شفتوا شبه اشي سوى يواجه منه اثنين من قادة البيك مام او يعتبر قائد يلقاطه هذا وبولي غير الاشجار شبهوا الحالة وعندكم نامي هبت من بولي على قدار التهرب وهم اثنين وكاوتر شفت في ذاك الموقف كان موجود سانجي تيوبار سيزار نامي سلامات يتمسكوا بطريقة لكن ننتظر ننتظر لابد ان كابوني عنده قوة الجنود عندهم قوة فيه شيء منعهم انتظر لانها تلعادث ونشوف يعني شنه المقصد من النقطة هذه بعد ما نامي شفعت الكلام هذا لوفي وهو عند العملاق هذا فنامي قالها لوفي وانتظر هالكلام يلا خلنجعك اتظر عند هذا عند هالوج عند وجه النحس اقول لك يا انت انت شايف كل شيء من البداية ليش ما تتكلم يا جماعة نامي لوفي تعبت وانا اقول لكم عطوا عصير انا انت قطعت انا عطاشت وانا شوف يقول لكم عطوني عصير مو بلازم يعطيكم معلومة عطوا عصير من بداية كم صالونا من رمضان منخنا الصيام وهو عطشان عيدنا وهو عطشان خدنا عيدياتنا وعطشان عطوا عصير خلاص خلاص عطوا عصير فكوني حتى الان يوم بيعلم قاله لو بعلم منها ووعدك اجيب لك عصير لو بيعطيك فانوس السحي واقول لك حك الفانوس يطلع لك المارد يلبي لك راقبا بس لازم تحك الفانوس تطلعه عشان يلي حقيق لك ومنيتك ما تقدر تمسك الفانوس وقول اسمع انتي هلي دقل الفانوس حقيق لي ومنيتي بعدين يطلع ما ينفع او ده شنون خلى غباء شخصياته تعكس الاسطورة او ده انت مكنت انك تسوي شخصيات غبية في نفس الوقت لعينة في نفس الوقت محنكة في نفس الوقت حذقة شلون؟ شلون خليتها يعكس الاسطورة كلها؟ علمني السر اجيب لك العصير اوكي بيعلمهم السر شروح لنا شين قدرت البيجمار المرعبة شاولوت لنلن قال اعتقد اسألنا كده شاولوت لنلن شده يا رجل انها تقدر تاخذ الحياة وتزعها في اي شيء اخر مثل مكان موريا زي ما قلت لكم ياخذ الظلم ويزعها في شيء اخر لكن هل هي تزع الذكريات ولا تزع شخصيه جديدة اللي زعت في الحياة زي موريا مايندا يعني موريا يزع الحياة والذكريات بالظل هي لها تاخذ الحياة كلها وتذكونا لما تكلمت لكم عن الثور الأخضر قلت لكم في شيء يجيء الى الحين ما طلع اللي هي الحياة يومز لبنون الأخضر اللي فاكيهت الحياة فالحنشنا عنها عند البيجمار فاذا الثور الأخضر شبقال اعتقد القامة اشعة قامة لوقية من نوع اشعة قامة اقوى من الضوء اقوى من الثلج حارقة سامة تغير في الجينات التوي بلاوي واللي قد يتحكم على أشعة قامة هو فيجابانك فبيعطيها الثور الأخضر فطابنا الحياة عند البيجمار ما بقى الثور الأخضر ولا النباتات او أشعة قامة نجي الحين الى البيجمار انها تاخذ الحياة وان السود هاللي يمشون هم جزء منها عزلتهم منها صورة لها عزلتها منها عشان يخذون هالشي يكون عندهم نفس القدرة يعني شائلة من نفسها وقاسمة نفسها وهذا شيء جديد صراحة شيء جديد انها قاسمة من نفسها خارج إرادات هي تتحكم فيهما وهم يقلون لها المعلومات لكن لما جاء البيجمار كانت البيجمار لسه واجعة من حالة فقدان الوعي فلما قال هذا البيجمار من حالة فقدان الوعي فمواقف قال السسار لا حتى بعد حالة فقدان الوعي لا زال هذا عنده قدرة للتمسك بكيانه فالحين هل راح ندخل على فواقه جديدة افقاد الوعي ما يأث فيها لنا كيهوتي وشكرا كان افقاد الوعي هو الحال موريا كان افقاد الوعي هو الحال للقضاء على كل شيء يسواه فهل البيجمار افقادها الوعي راح يرجع الحياة للناس اللي واخذتها منهم وهل هذي بولي افقادها الوعي راح يطلع كارت من المرايا اللي فيها هل راح ننتم على سالفة افقاد الوعي يتسيطر عليك والكاتب راح يدخل شيء جديد وشورط جديدة تاول حد الحين في وين بيس ما قدنا من علم فاكيها شيء لازال الكاتب يعني يفتحها حبة 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 ويوسعها فاشي اللي هنا ويوصل انا مو متأكد لكن القوة اللي شفناها غير طبيعية هنا البيجمار مستدعت واحد اسمه كراكا اول ما دخل حسيت كني اشوف مقاتل من البف كلبسة كسيفة الخوذة حقة الفايكينغ مشا الدرع حقه بسكوت اسمك كراكا والدرع حقه بسكوت اودا شقدت مصخر علي انت يا اودا مقاتل ضخم ودرعه بسكوت كمون يا اودا واسمك كراكا طبعا كل شخصيات البيجمار معروفة ساميها من اسامي المخبوزات فماني بحابة ماني بحابة ماني بحابة ماني شو ما حزني ماني بحابة وجهة كعننا بسكوت مثلث وجهة كعننا عجينة من خبزات عدد شيت لما تحط لقمة القاضية والقيمات في الدين وشان تطلع هذا وجهكواكا ماني شو ما تجاي والله وصدر بسكوت ولا ابيض وصاصي يعني بسكوت شوكولت و بسكوت بانيلا عدده يا شريخ ماني بسراحة الرعب اللي كان في الغازة لما دخل كوكا هذا يفتح ابواب لداخه شخصية مبسيطة مو بأحد الابناء والوزراء حق البيك مام فقط بل احد الجنرالات احد الجنرالات الحلوة الثلاثة عندها ثاث جنرالات شفته كايدو عندها مصائب ثلاث بس ما انه يده اليمنى منه افضطق اما هذا بسعب انه عندها ثاث مصائب وشفنا منه هجاك البيك مام عندها وزراء عددهم كذا وعندها جنرالات حلوة ثلاث غير نوابها غير 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 فالحين هالكل يونيكو عندها نفس التقسيم انه غير طاقمة هذا الاول هذا كذا 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 وهذا القائد اللي كذا كذا هذا عندها المصائب الثلاث هذه عندها الحلوة جنرالات الحلوة الثلاث فش بيكون عندي شانكس تذكرون ثلاثية اودة اللي انا تكلمت عنها اللي ما شافها الحين بحط لكم رابط الحلقة في مربع الوصف تحت رابط قناة مدينة الانيمي في مربع الوصف وحط لكم رابط الحلقة اللي تكلمت فيها عن ثلاثية اودة احس انها الحين بصرخ وبقول يتا اثنين من اليونيكو واحد عندها الكوارد الثلاث واحد عندها الجنرالات الحلوة الثلاث لين الحق الجاية؟ بتنقش مع ماجدة اتعكد اول والبصرخ اليتا بخليها تفسقها في السقف لكن نظرية الثلاثية اودة حساب تتحقق طبع قبل اجيب الحلقة انا قلت ان فواكه القيره حيكون ثلاثة طلعه رابع هذه قصفة جبهة لية من زمان من كل الثلاثيات اللي هانا ذكرتها القصرة واحدة بس واحدة ترى ها؟ وحدة اللي القصرة بس كلها قاعدة تصيرها قاعدة تطلع شي زديدة الحمس الحمس فنستنى ونشوف نستنى ونشوف صراعي يعني متحمس جاهم الكركة والحين وهذا قاعد يعلمهم القصة والله يرحم امكم طالبتكم عطوا عصير التفاح انا عطشت جد 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 عطت ما بي يقول لي سلفت عصير التفاح لوفي الداجر قال لي لوفي انا ابي اشوف عصير التفاح لان كلمان تهذرت عليه ارجوكم عطوا عصير التفاح بس ما بي واكد دخل عليهم هالجباه ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو يمى الشجر اللي يمى الأرض كانت كلها مصنوعة من حلوياتي شاب من النهر التفاح هذا يقدر يسترجع طاقته ما سيأكله هذا بالجوع ولا بالتعب والأرهاق أتمنى أتمنى أنك وكما يكون يعني لوبي لعب عندك وكما بسبب استهلاكها لطاقته مثل ما صار لوبي لعبه عند غيره بسبب استهلاكها لطاقته فنستنى الحلقة الجاية يخب بيتك الحلقة الجاية الحلقة الجاية ما لنا لحلقة الجاية في النهاية شكرا جزيلا لدعمكم للقناة أربع مفاجآت أعلنها وبدأ ما أقولها طول الأسبوع أربع مفاجآت أعلناها اللي وعدناكم فيها شنهي؟ أيضا من ربعة الواسطة يقولون ربطها دخلوا حققنا لأربع مفاجآت ولسه باقي 96 مفاجآة بنمشي نحققهم واحدة واحدة إن شاء الله لنقدم لكم مئة بالمئة من عطاء القناة هذا أربعة بالمئة اللي سوينا يعتبر أربعة بالمئة ولا نقول عشرين بالمئة شوفوا شوفوا انتم الحلقة وقولوا لي وبالنهاية قولوا معنا سبحانك الله وحمدك عشان الله إله إلا أنت استخدمك وأتوب إليك نشوفكم على خير موسيقى 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 اشتركوا في القناة